أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اختيار مدينة كبيرة بحجم القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي شكل تحديا كبيرا ولكن الدولة المصرية تغلبت عليه بحسن التنظيم وخلال مؤتمر صحفي في افتتاح المنتدى عبر مدبولي عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة يكون لها تأثيرا مباشرا على التنمية الحضرية اختيار مصر واختيار القاهرة تحديدا ده شيء يعني رسالة مهمة جدا بتقدير منظمة الهابيتات للمدينة القاهرة وكل الفعاليات والمشروعات والاستراتيجيات اللي بتنفذها الدولة المصرية والحقيقة أنا سعدتي يعني النهاردة مشتركة يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم أن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات أنا كنت مدير إقليمي للدولة العربية في منظمة الهابيتات الشيء أيضا المهم اللي لازم حضركم تبعوا عارفينه أن الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتدايات في الغالب بتفضل أن تكون في مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأن بيبقى عندهم دايما تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على الحركة داخل المدن فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي قاهرة 22 مليون نسمة فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي زي ما حركم سمعته الأسماء سبعة وتلاتين ألف مسجل عندنا اتنين وسبعين وزير عندنا ستة وتسعين محافظ وعمدة مدينة بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني قطاع الخاص الحكومات كل ده كان حيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر إن احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنطقة